اوكي شباب النهاردة مش فيديو جيمينج ولا احنا بنعمل اغري الجيمينج اصلا فنهاردة مش فيديو جيمينج نهاردة فيديو ارتجالي شوية فكرته جديدة لأ من فكرته مش جديدة الناس كلها عملتها الا انا الناس كلها تلعي اتحكي قصاصها في الحياة ومن اول ما كانوا صغيرين لحد ما اقبار فانا قلت ايه ما جاتش علي يعني انا راجل عند ثمانين الف مشترك بيحبوني بيحب يتفرجوا عامات الناس بتحب الناس اللي تطلع تحكي انت بتحب تطلع تشوف واحد بيحكي او انا كمان بحب اشوف حد بيحكي فانا النهاردة جاي احكي فيديو ده ارتجالي بحت يعني ارتجالي بحت محضرتش اي حاجة من غير كم صورة كده وحرفين طلع احكي هو ده اللي يعمل فاحنا هنربع اول حاجة ونحكي مع بعض ايه رأيك في البتاع ده شكله حل خليه بقى في السيطة ماشي نبدأ القصة بايه بقى ما انا بقول لكم ارتجالي بحت نبدأ القصه من ساعة لما كنت صغير لازم استخدم ورقة بنساعة لما كنت صغير لحد ما اكتشفت انفيه حاجة اسماها كمبيوتر لا حلقة دي عيجبتكم نبدأوا من الحلقة الجاية لما ساعة ما اكتشفت في كمبيوتر لا حال ما اكتشفت انفيه نت بعد ما اكتشفت فيه نت كده بقى انا نخدها واحدة واحدة نحكي قصتنا بقى باسم الله لازم نخلي الصوت دي بشوية انه لما كنت في ابتدائي او كنت صغير عم Sta حضانة. كنت براح للحضانة ارجع من الحضانة. انا مش مش هفتكر حاجة في الحضانة غالبا. كنت في الحضانة برجع من الحضانة. انام اتفرج على كارتون. اصحى اراح الحضانة ارجع من الحضانة انام اتفرج على الكارتون. هي ده حيات اي طفل في الحضانة. غالبا يعني. هي رحي تفرج على الكارتون. وغالبا كان ساعتها كارتون نوتورك. ونيكولوديان كان في نيكولوديان افكيرها القنادي. كانت جامدة. كانت نيكولوديان بقى يوم في حضانة وكنتش عايز اروح والعادة عيط وكان مربسيني شنطة ارنفسها بعد كده. بس كانت اكبر مني اصلا وكانت عملت ترجرة في الارض. انا فاكر الحوار له. ام اللي قالت لي برضو الحوار ده. رحت اول يوم حضانة رجعت مع اخويا بعيط. اخويا هو اللي كان بيوديني يعني. هو كان بيوديني وياخدني. بس وبدأ انا بعد الحضانة كنا بنروح دروس بقى. تأسيس. حاجة اسمها تأسيس كده. لهو بيأسسك في المنهج بتاع العربي. كده. بنروح للمدارسين او مش مدارسين يعني المدارسين الزغيرين. اللي هم بيأسسوا في المواد العربي انجليزي كده. فكنا بنروح انا واخويا برضو. ناخده بمبناية كده. نزاكر نحل. ما زاوية كانت مع اخويا الكبير. بس هو ده اللي كنا بنعمله. حياتي في الحضانة. دروس تأسيس وحضانة. دروس تأسيس وحضانة. انا غالبا بدأ انا حضانة اول بعد كده دخلنا على دروس التأسيس قبل ما نخش المدرسة. اللي هو الكيجي. انا دخلت كيجي غالبا. ايو دخلت كيجي. انا فكر ان انا دخلت كيجي. انا خلصنا ايه? مرحلة الحضانة. ما فيهش اي حاجة مسيرة يا خالص. ده حياة اي طفل. بص انا فكر الاماكن اللي كنت براحها في دروس التأسيس. كان في مكان ورا شارعنا. وكان في مكان عند سنتا رسم الصفة دلوقتي. فكر برضو. كانت ميس دي ديت كل واحد مصاصة انا فاكرة برضو. كانت مصاصة كده اللي هي بتقوى الفوفة حواليها حاجات بيضة كده شبهة الدوامة. عارفينها? عارفينها اكيد يعني انا بقى حطي لكم سؤالات. غالبا اخر درس فاكره. وفاكر الميس كان عندها لمبة كروسون كده اللي هي بتنور وتحطي لها غازي. كانت جامدة اوي بيش عارف كنت مزباهي اللي بيها. كنت بسيبه الدرس كله واركز فيها. كنا بنطلع عصنصير برضو انا فاكر برضو. اكيد امي كانت بتجي تاخدني. امي كانت بتوديني تجي تاخدني وتروح تشتغل. تشتغل بقى ايه? هقول لك انا الشغل كان ايه? لسه ما نخش على ابتدائي. دي كانت حياتي في الحضانة ودروس التأسيس. مع اي طفل بيروح دروس تأسيس في الحياة. عن متن امي كانت من خلقنا نبقى الدروس ومذاكرة بس. امي كانت عايزينا كده. فده حاجة تحتسب لامي يعني. ان هي وصلتنا للمرحلة دي. ماشي نخش بقى اللي بعده. ابتدائي? ولا لأ? كيجي نبدأ بكيجي. نبدأ بكيجي. كيجي بقى بعد ما رحت اه حضانة وخلاص عايات اول مرة. هل رحت بكيجي ومعايتش لأعيات مرة. عايت 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 كتير كتير كتير. لحد مام جات اخدتني. حرفيا لحد مام جات اخدتنا عايت عايت. ده ما احتسب ليش? انا كان عندي رهاب اجتماعي غالبا من الناس والحياة والاطفال. كنت حرفين بعد كده. بس ساعتها كنت بعد عايت كنت بعد عايت. لحد بقى ما ايه احاولوا ياخدونا على بعض في الكيجي عشان تطلع تبقى فاهم الدنيا وتبقى راجل الفاهمان كده مش تبقى معا واقع بطاعته خلاص. كانوا بيخلونا نجيب غالبا لعب انا فاكر ان انا جيبت لعبة اللي عارفين كان في الفيل كده بيتطبل بتلفه في زنبالك ببرا ويقعد يتطبل كده انا فاكرها اللعبة دي. ايه كنا بنعملون ايه بقى? انت بتجيب لعبة وتبدلها مع اللي جنبك او تبدلها مع واحد تاني. انا مش عارف اخدت ايه من ودها? والله ما فاكر اخدت ايه? لا اه افتكرت انت بتجيب لعبة بتاع كلها يعني كله بتجيب لعبة. يعني كل واحد بتجيب لعبة. ويحطوها في صندوق كده. وانت اي لعبة بتعوزها تختارها وتلعب فيها. فانا ساعتها فاكر ان انا اخدت لعبة دي. حطتها في الصندوق مرضيتش ااخد اي لعبة بعدين. قلت لأ مش مش ما اقدرش ااخد لعبة. انا فاكر حوالا. عشان كان في عائل بارد غالبا ساعتها او ما اخدت لعباته اقول لأ سيب لعبتي انا افتكرت. بس انا كنت سيب لعبتي لكل الناس. فساعة تما جيت اخد لعبتي ما اريدش اخدها. انا كنت غالبان اوي والله. ايوه. بدعنا كيجي بقى. تلوين حروف ارقام. اي طفل في كيجي ده اللي بيحصل له. انا فاكر المكان بتاع كيجي. كنت اول ما تخدش مدرسة كده. تمشي مين? اول فصل تسيبه. اول مكان اول باب. حمام. تاني تاني باب بتاع اسمها ايدي ده. تالت باب هو ده مكان المكان اللي بتخدش فيه للفصل. كان علينا اتنين من بتوع كيجي اللي هما اكيد يعني هبقى عندك ستين. مش بيقول رجال مفيش رجالة بيده كيجي خالص. مش شفتهاش ابدا. هو ده اللي انا فاكره في كيجي. لعب تلوين. صورة. اخر حاجة فاكره الصورة بس الصورة بتاعتي بوزيت. انا بقى وسطها غالي. انا بقى وسطها. شو كنت مخروق من دفعة كيجي. بس انا ما طولش فيها قوي. غالبا دخلت على عشان كنت متأخر او حاجة زي كده. غالبا يعني. بس هو ده اللي فاكره في كيجي. نخش بقى على مرحلة ابتدائي. ابتدائي عندنا اولة تانية تالتة ربعة خمسة ستة ستة. ستة ابتدائي. عملا ايه في ابتدائي? اولة ابتدائي كنا بنروح كنا بنروح المدرسة. نرجع من المدرسة. في درس. تروح الدرس. ترجع بالدرس. تنام. تصحى. مدرسة. درس. نام. تصحى. تنام. درس. مدرسة. اولة ابتدائي. حرفيا هو ده. في الاجهزة كنت بعمل ايه بقى? في الاجهزة كنت بشتغل. بشتغل ايه? لو على خفافك. او ساعات ما كنتش بشتغل. بس انا فاكر انا كنت ها مش في قولة ابتدائي غالبا في ستة او حاجة كده. غالبا ما اشتغلتش في قولة ابتدائي او تانية او او ربعة. خالص. في ستة. فخلنا خلينا ايه? نقول ان الشغل ده بعد خمسة. خليه بعد ستة يعني. فهو ده لك والتعايش حرفين. استنى بقى اشوف صور كده. بتاع دي بتاها كمية صور. يا لهو. ام كان معها جده. كان بديها الكاميرا اللي هي بتصور تصوير بشريت. بتحولت الشريت ورا وتصور وتروح تحمضه عند اللي بيصور. ففيه كمية صور معي. ام كان بتحب تصور فغالبا دي حاجة عندنا في الاصرة من زمان. هو. لأ ده اخويا ده. فين? اهو. سانية. بصوا. ده على البحر. ده انا. ده انا. وده اخويا. يا رب اخويا ما فشحنيش على المهم. ده بابايا. لأ دي صور كبيرة. دي صور وانا كدير. دي فكك. اوكي. ده غالبا اول يوم في الكيجي. شايفين? انا هو. واخويا. وعربية برق بنزين. بجد الصورة دي جامدة. الصورة دي مفردت خليها خليها. بقاش فكك من الصور دي كلها انا كبير. بصوا. ده انا رفع فين. والدب دوب ده كان حلوة. هي دي حاجاتة اللي كنا بنلعب بها انا هو اخويا زمان. انا هو. انا اسود. ماشي. بصوا كده انا عشان اقول لكم ان انا قريبة احمد شيبة كان جاي فرح خالي. اهو. هو ده. المفروض هو قريبي. خالي امي يعني. صور مفروض الكيجي بتوبا كده. هو اخويا اين اهو. هو ده. انا كنت مفروض بتصور صورة زي دي بس مش عارف راحت فين والله. غالبا انا قطعتها زي ما اقول لكم كده. بص دي صورة انا صغيرة غالبا. ايه. انا هو. ايه رأيكو. بص اسنانة كانت مزبوطة بس كان في فرق. والله اسنانة كانت حلوة ده انا بواستها. انا هو برضو انا هو انا فتع بقي. وده اخويا جنبي. مهم هي دي الصورة الايكونيك بتاعت كيجي او ابتدائي ولا ما فاكر. بص دي بص شكل عامل ازاي. غلبان. ماشي. هو ده كنت بعمله فيه ابتدائي حرفيا. دراسة 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 درس دراسة درس. اتعرف على صحاب دراسة درس. كنت بتعرف على صحاب اه عادي. لكن بنات ميح ميح بنات حرفيا. ما كنتش بعرف اكلم بنات حرفيا. ليه بقى? لان في كزا ماقف حصل ليه. ما عرفش ده قبل ولا بعد. لأ انا كنتش بكلم بنات اصلا كنت مفكره حرام يعني حور زي ما كنت اقول لا حرام اكلم بنات اصلا. حرام عاد جنب بنات. مرة انا فاكر مدرسة عادتني جنب بيت. مش عارف ليه. عاد تعاية 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 لحد ما اشت. فده كان عندي رهاب اجتماع من البنات غالبا. ولحد الان عندي رهاب اجتماع من البنات. مزاكرة مزاكرة مزاكرة. في برضو شهادات تقدير كتير هنا. فشخ انا واخوية. بس اكتريتهم بتاعت اخوية. مش مش لازم اوريه لكم. انا لازم. لازم اوريكم بالقليل اول. والبراهين. انا مش عارف امي خبت. بصنا ايدي فيني? الكاميرا. كانت مهمة برضو. بصوا. تسي ده كله شهادات تقدير. فانا مش عارف انتوا عاديين تشوفوها ولا لأ. تعالى ونفتحوها نشوفوها عادي. ليه كزا واحدة فيه. يا رب الاقي شهاد التقدير ليه. هم غالبا هم حطى شهادات تقدير يبيعيدي عن شهادات تقديرها هو. ده مستر عمر معرفش ده كان بتاع انجليزي غالبا. اول شهادة ليه. ميز دينا. ميز دي شهر اربعين وتمنتاشر. ميز دينا. فاكرة ميز دينا دي كانت طيبة جدا 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 جدا. كانت قطية مدرسة كنت بس لطفها الصراحة. ايمان محمد سعد. دكت ميز ايمان سعد بتاعت انجليزي برضو. انا ليه كله كنت باخده انجليزي. صار عصام مادة الفين وترتاشر. ده من قريب ده. ده الدراسات. الدراسات ده كان في في اعدادة غالبا. بس خليها برضو. شهاد التقدير. برضو ميز صارة كانت. ميز صارة برضو. ميز صارة دراسات. انا كنت بحبي مادة الدراسات دي. جدا جدا. المادة روحية اللي قفلت فيها اصلا. معين ما دخلتش ادبي بس هي المادة روحية اللي دخلت قفلت كنت بقفل فيها. ده ده احمد سالحين. محمد البنة. ده كان مستر حاسب قلي. بس ده من قريب ده. في الصفة السانية الاعدادية ده من قريب. فخليها. الفين وسبعتاشر الفين وستاشر. ده كان مستر عصول برضو. وايمان دكتور ايمان. بس ده في سنة بقى. خلينا هنا سبها. دي من الفين وتمانتاشر. ريبة جدا. استنى 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 اه. رياض الاطفال بصوا الفين وتمانية. احنا كنا في رياضة الاطفال من الفين وتمانية. دي بتاعت اخوي. مفروض لاي واحدة انا برضو اول. رميتها. كنت بقى اخط اي حاجة ارميها من المدارس دي. غالبا لاي واحد. اهو اهو. لقيتها. مش كاتبين مش كاتبين تاريخ. بص غالبا الفين وتمانية او الفين وتسعة عشان كنت بتاخر عن اخوي. اهي. روضة محمد البردعي. دي كان اسم مدرستي. مدرست محمد البردعي. رب تكونوا شايفينها. غالبا الفين وتسعة. يعني انا كنت في الروضة في الفين وتسعة. حل. دي محمد. غالبا اخوي بقى كل الجاة. بس كده معظم شهادات خلصة. مش كتير. لكن كنت باخد شهادات بتادي. انا مجموع في السنين اللي ابتداية. ما نزلش عن ستين. ما شلت شوال trov ما انا كنت تعرف ناس صحابي يشيل موا rocking عايز يعني. وهم مش مهتمة بالدراسة. في بيشيلها عايزة. هنا كنت مهتمة بالدراسة. كنت شايفها اهم حاجة في الحياة في ساعتها يعني. وغالبا اهم حاجة في الحياة برضو الدراسة للحد دلوقتي. انا كنت مهتمة بالدراسة عم هتني يعني. وانا واخوها. وامها سعدتنا فده كتير دروس دراس. وقد cooperate. دروس كانت اكتر حاجة من راحها. ربني اتوالله بقى اللي بحية. سورة دي قديمة برضو. تشرتين دولسة موجودين تخيل وكده. بانطانونات دي. يوم كان بتجيب لنا اطول بانطانونات في العالم بوس. متطبقين ازاي. ماشي. هل في حاجة تاني نقولها في الابتدائية? اه. انا بس اقول لكم الحوار بتاعكم بيتر عرفتم منين وكده. ماشي. بين بقى الدروس اللي كنا بنروحها كان في ناس يعني مش هقول عالية كان في ناس اقولها ازاي فهمك ازاي يعني. ناس بتحاول تتقص الدنيا عامل ايه بره وكده فاهمين الدنيا بره يعني. عارفين الحاجات اللي بره. فروحنا عند واحد كنت مع اخويا انا ساعتها كنا رايحين درس. فروحنا كنت بروحها ساعات مع اخويا قعد معي. ام كان بتاخدني معي عشان ما كنتش بعض في البيت الواحدة. فروحت مع امامتي مرة. غالبا كنت في اجازة وكده. كانش عندي دروس. فكان بتاخدني معاه وكنت بخلص قبله. عشان كنت اقلل منه في السن. روحت معي عمامتي واخويا. وروحنا عشان اخويا كان رايح درس. فساعات كنا بنوعد عند بيت اللي بناخد عندها الدرس. ساعات كنا بنوعد وساعات كنا بنمشاهد. قبل ما يجي بتاع الدرس اكتشفنا ايه? جهاز كده? بظهر كبير جدا جدا جدا. عارفين انتو الشاشة الكبيرة جدا والبطيخة دي. اكتشفنا الجهاز ده. دخلنا. والله بقول لنا تعالوا لعبه. نقول له نلعب على ايه. فلقينا فتح الجهاز. الجهاز قعد ساعة طبعا حد ما يفتح انه مزبهلين حاجة بتنور. استنى ما نشوف هوا يلعبنا على ايه. قعدنا الجهاز بيفتح. ومهم ما خلناش نلعب. هو اللي قعد يلعب وسابنا نتفرج عليه. قعد يلعب كان بيلعب السمكة غالبا انا عادة هتفرج ومزبهل الله اللعبة الحلوة دي. يعني في حاجة ان تقدر تتحكم فيها انت وبقري لك وتتفرج عليه كارتون بس هو اللي بيخليك تتفرج على الحاجة دي. لكن في دلوقتي بقى في حاجة انت ممكن تتحكم فيها لعبة تتتحكم وكده فاهمين? فده كان موضوع غالبا ممتع لاي حد اي حد عارفين. انا عادة اتفرج عليه اتفرج اتفرج. انا اقول في سر بقى هيلعبنا امتى الولادة? غالبا انا اخويا قعد او لا مش فاكر اخويا ما عادش. اخويا ما عادش عالجهاز. هوب المسطر جاء طلعنا يلا بينا ماما نروح. ساعة اما روحنا بقى احنا عايزينكم بيوتر. اسمه ايه الجهاز ده عايزينكم بيوتر? ما انهاش ده عايزينكم بيوتر. عادنا بقى من سنة كام? غالبا رابعة. رابعة عادنا سنة بعد كده الجهاز جاه. بس قبل السنة دي كنت 그러حت لصاحبي برضه قبل كده واحد تاني. بات ده اللي خلينا لعب ده خان صحبي صاحبي الصادوق ولسه لحد دلوقتي اسمه قدهم برضه صحبي كمار عنده جهاز حلو كنت بعد العب معاكان غالبا عنده لعبة كنت محب يلعبها كان عندي علعاب كتيرة برضا. كنت بشوف الناس بتوع التلعب. ما كنتش قادر قوله لعبني. كنت بتفرج بس. يعني ما ما عندش الجرة نقوله ممكن نلعب لأ. كنت بسيبه بتفرج. بس انا في نيتي انا عايز اعلعب ايوها. عايز اجرب حاجة جديدة او مرة شوفها. عادت اتفرج بس صاحب ده كان عنده اخلاق شوية. محترم قال ليه تعالي ععد جنبي. نلعبه مع بعض. عادنا نلعب على الجهاز. لعبنا لعبة مع اي جي اي. غالبا لعبنا لعب كتيرة. بعدها بسنة بعد الزن الطويل جدا. امي جابت لنا جهاز. خلت ابويا يروح مع واحد هو صاحبه عشان يجيب جهاز. من سوق الكمبيوتر كان في سوق الكمبيوتر في سموحه برضو ساعتها دقا. كان اكتر مكان بتروح تجيب منه اجهاز. ابويا راح. ابويا مشكلت ان هو بسك في الناس كتير. وانا زي كده بسك في الناس برضو. دي مشكلة عندنا غالبا في العيلة. ان هو وصك في الراجل. الجهاز كان اجمد جهاز ممكن تجيبه ساعتها. عرفيا. الراجل بقى قال ايه? هجيب لكم العاب بقى من عندي وكده ومش عارف ايه. اخد الجهاز راجع ما لقناش في اي حاجة. بد الدي فيدي. بد الريم غالبا. بد الهارد. اما كبرت الشوقت شافت ان هو كان مدينا رام نص. اعمل بها الرام النص دي. كان بتشغل حاجة اصلا ساعتها مش فاك. بس الهارد كان كبير كان خمسمائة جيجا. اه فده كان كبير. يعني غالبا ما سرقاش الحاجة دي. كان ناس يسرق الكيسة كلها وما يجيبهاش تاني. مهم يعني قاعد نزلنا شوية العاب. العاب كتيرة جدا. انا ممكن هو يحط دي في صالح وان هو عرفنا على علام الالعاب. ماشي. لكن انت يا راجل حرامي. ولو شفتك هديك علقة. امتلا عارف مكانك. فاحذر مني. انت حر. ماشي? قاعدنا نلعب بقى الكوميتر انا اخويا. خلصنا كل اللعب. كان جايب لنا افلام. افلام كارتون. خلصنا كل الافلام. كان جايب لنا سرية غريبة كده بتاعة بقرة بتتصارع ملاكمة واحد ياباني غالبا. شبه شاكشان. ما عرفش ايه ده. الفيديو لسه موجود على يوتيوب برضو. اعمل ايه انا بحاجة دي. خلصنا اللعاب دي كلها انا واخويا. قفلناها عرفيا. معادة كام لعبة كناش منعرف تخلصها وكناش فهمين او ما عايزين ايه. ليه ما كانش في نت ساعتها. كناش فهمين ان في ممكن تجيب نت. بعد كده اكتشفنا ان في نت وفي واصلة ممكن توصلها من عند حد وتوصلها في الكوميتر بتاعك. النت ساعتها كان نص ميجا غالبا او انا مش عارب كان ايه. فاكتشفنا ساعتها النت. كنا نخش نبحس لعبة بتنجانر بتنجانر نوات ساعة بقى. ساعة بقى لما تحمل. بس العام كانش كبير قوي فكان بتحمل بسرعة. اليوتيوب ده كنت باخشه. بس مكنش عارفوا ان هو يوتيوب كنتش عارف اسمه حتى. مكان باخش كيف تعمل كذا 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 كذا. اخش اكتب كيف اشوف الفيديو او افكره مكان زي ايه مكان بينزل في فيديوهات. سرش عادي. ساعت. انا فكره كان ايكونيك شكل اليوتيوب كان شكله جامعة فشخ ساعتها. بس كنت ببحث اخش ابحث على الحاجة فقط لا غير. هو ده اللي كنت بعمله. كنتش عارف ان ممكن انزل الفيديوهات اصلا. ساعتها كنت ميح ميح حرفيا. كنت اكتب كيفة كذا 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 بس كي. واتفرج على الفيديوهات اسمه بس هو ده اللي كنت بعمله حرفيا. كنا بنلعب ونحمل الالعاب ونلعب ونحمل الالعاب ونحمل. انا فاكر ان الجهاز كان ميت حرفيا كان في لعبة اسمه اكيد كله عارفة. اخيه كان يقول لي ما تحملها ايش. اقعد اتحملها. ليه بقى? اللعبة تقييل عالجهاز بتاعي. اقل لي اقعد اتحملها لو حملتها انا اعرف. فانا اقول له ماشي. اضحك عليه مسلا كنوا رايحين درس. اسابه اتحمل. مشكلة اللعبة بتطول. بتطول. عادت من ساعة مراحنا الدرس. لا هقدي تاني يوم. الحمد لله اخيه ما عادش هجال. تصحيت انا تاني يوم اول واحد يقعد على الجهاز. افتح جهاز. شوف اللعبة. حرفين كان فيه ساعة ار بجي في اللعبة دي. امسك الجهاز يقع. الجهاز يقفل. اللي حصل جهاز سقط ويندوز. اراح اوديه يا حمل ويندوز خلاص مش منازل اللعبة تاني. تاني يوم اراح محملها يسقط ويندوز. نعمل ويندوز تاني. ساعتا وكناش نعرف ان تقدر تحرق ويندوز نفسك. ساعتا كنت ميح بابا اقول لكم. كان فيه مشكلة بقى في جهاز الكمبيوتر ده. مكاشف فيه السماعات دي. لأ ابو يا جاب لنا السماعات الاستيريو الكبيرة دي. فانت ما تعوز تسمع الليها بابا مش هتعرف. كنت بحاول اعليها نص كده لان كنت بسحى الصبح ساعت واتصحى من ورامي. فام لو عرفت. قبل ما تصحى بشوى بابا ما حد دلوقت قبل ما تصحى فيه. اروح اقفل الكمبيوتر واخش اعمل اكني نايم. هو ده اللي كنت بعمله. انا واخويا ساعت برضو. كنا نتسحب كده نلعبو نقفلو لنايم. بس هو ده اللي كنا بنزاكر برضو كنا بنزاكر يعني كنا طحنين نفسنا. يعني ابتدائي انت محتاج تزاكر مش عارف. بقى وفسدت ابتدائي. امي كان بتعمل ايه بقى? كان بتعمل حل حلو. كانت بتفصل علينا النت في ابتدائي. كميتر كان بتسيبه ساعات. ما تعرفش ان انا مشغله من وراها. كان بتقول ممكن تحتاجه. ممكن عادي. ممكن اسيبكو تتفرجو على فيلم او ايه حاجة. عاك فيلم كارتون كده. بتفصل علي النت. كانت الواصلة دي بتشترك فيها اشترك شهر خمستاشر جني في الشهر ولا عاجة. اغالي من خمستاشر جني من كل واحد. فكنا بندفع خمستاشر جني على النت ده. بس راجل ده كان رخب اوي ايه ده? يعد ساعات النت يفسر. مارداش راستر الراوتر. او هو السلك فصل من عنده وتشد من عنده. مارداش راستر. اروح بقى اخبط عليه. لازم انزل. انزل البيتر روح اخبط عليه. والنبي يشغل الراوتر. زوجته تقول لنا لا مش موجود دلوقتي. فكنا بنت عبقى في النت ده. كان حوار متعب جدا. الحمدل انا اكتشفنا ان في نت تقدر توصل لنفسك بعدين. كنا ممكن نشتغل في الحوار ده والله. كان اوصل نت. كان عندنا ارضي. مشكلة ان كان عندنا ارضي. ما معرفش زي ما فكرناش في الحوار ده. كان ساعتها النت يبقى سريع برض. ده حوار يحسب لتاع الانترنت. ما بقى اشتغل في الانترنت دلوقتي. خلاص بقى كله محدود. حياتي في الابتدائية. بعد ما اكتشفت الكمبيوتر. ما اكتشفت ساعتها اليوتيوب خالص. كنا ما اكتشفين الكمبيوتر. بعد كده النت. بس كنت بالعب جي تي اي. كنت بالعب على لعب كتيرة. ما اكتشفت بقى ان انت ممكن تنين الالعاب بعدها بفترة شوية يا حبة حلوين كده. بفلاشة. تقدر تنين الالعاب من عندي صاحبك اللي صاحبك. بس كده. لو عجبتكم فكرة الفيديوهات دي وعايزين انا نكمل فيها قلولي تحت في التعليقات. انا غالبا الفيديو ده مش هتكمل خمسموية مشاهدة. بس انا طلعت حكيت كل حاجة. عادي ممكن نجبه فيديو للزمن عشان افتكر لو عايز افتكر اللي هحصار لي زمان. بقى اني هفتكر ابقى فاكر اصلا الحوارات دي كلها ككيد مش بتتنسى يعني. فلو عجبكم الفيديو اشتركوا فيديو جاي. ويا رب تكون عجبتكم طريقتي في سرد القصة. انا قلت مش عارف اصل اتكسس بس انا ايه اخدتها ارتجاليا كده. فيارب اتكون عجبتكم. اشتركوا فيديو جاي. اذا بتاعوا يعني. ده. يلا. سلام.